اعرب اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مائة وسبعة وعشرين كيلو متر واكد اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان نتائج الفريق الملكي تجسد الرعاية التي تحظى بها رياضة الفروسية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومساندة واهتمام صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتابع البطولة اسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بجهود الفريق في بطولة فونتنبلول فرنسية الدولية لسباقات القدرة التي شارك فيها سموه ولم يجتاز الجواد فالنيزا إعادة الفحص البيطري للمرحلة السادسة والأخيرة وبذلك لم يواصل سموه السباق معربا عن تقديره بحصول الفارس عبد الرحمن محمد الزايد على المركز الأول في سباق 160 كيلو متر والفارس معيوف عبد العزيز الرميحي على المركز الأول في سباق 127 كيلو متر وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الفريق الملكي للقدرة تمكن من مواصلة الهيمنة في الساحة الأوروبية بجدارة واستحقاق في العام الحالي وأثبت بأن الفريق يسير على الطريق الصحيح من خلال المراكز المختلفة الجديدة في البطولة وحصد الفارس عبد الرحمن محمد الزايد المركز الأول في سباق 160 كيلو متر فيما استطاع الفارس معيوف عبد العزيز الرميحي الفوز بالمركز الأول في سباق 127 كيلو متر وإضافة إلى الفارس حمد القحطاني الذي احتل المركز الثالث وفي سباق 100 كيلو متر جاء الفارس سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة في المركز الثالث في سباق 100 كيلو متر موسيقى 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 معوضة يا أبو حمد أبداع دائماً واليوم أبداعك مع قرار طبعاً إعادة الفحص إلا أننا نعتبرك لأسيدة بطر الله يسلمك قيادتك لهذا الفريق أولاً فوزنا اليوم أمام سيدي جلالة الملك الله يطول عمره في هذه البطولة بطولة فرنسا في فونتون بلو شرف كبير اللي يعني يحط النقط على الحروف إحنا جينا اليوم معانا خيل مستعدة كانت تشارك بطولة العالم فكانت اليوم أبراز عضلات منه اللي على الدرب الصحيح واكتشفنا اليوم أننا فعلاً على الدرب الصحيح وقدرنا أن تقلب على خيل قوية أساسية كانت المفروض تركب بطولة العالم طول عمر ما وجه المقارنة ما بين سباق فرنسا وسباق إسبانيا من حيث الأرض من حيث طبيعة الموضوع وقيادتكم كل حادث حديثة كل سباق صولاته وجولاته وكل أحصان يختلف فاليوم المنافسة هذه ما تقل عن منافسة إسبانيا طبعاً هذه 160 وخيل أخبر وأكبر ولكن الحمد لله أنا فرحان 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 جداً اليوم بالنتيجة ما هو تعليقك على فوز عبد الرحمن الزايد الله يسلم عبد الرحمن فوز هذا فوزنا كلنا لأنه يعطينا المؤشر والثقة نحن على الدرب الصليم ناصر بن حمد ما يوقف عند أي نقطة ما هو القادم الآن؟ القادم إن شاء الله أكبر من هذا بجن الله اشتركوا في القناة